اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من علاقات تاريخية وطيدة تستند إلى شراكات استراتيجية فاعلة في مختلف المجالات في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة نعم والتي كان أخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار مشيرا سموه إلى الحرص الدائم على مواصلة البناء على ما تحقق من شراكة استراتيجية وتعزيز أفاق التعاون والتنزيق المتبادل بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة ودعم جهود السلام والتنمية في المنطقة جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم في غصر الغذيبية بحضور الواء الركن بحري أحمد محمد البنعلي قائد سلاح البحرية الملكية البحريني وسمو المقدم الركن بحري الشقيسة بن سلمان بن حمد الخليفة مساعد قائد الوحدات العائمة الفريق أول بحري ليزا فرانشيتي رئيس العملية البحرية بالقوات البحرية الأمريكية حيث أشار سموه إلى ما تشهده مسارات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من نماء وتقدم متواصل على مختلف الأصعد خاصة العسكري والدفاعي منها وأهمية مواصلة الدفع بها نحو أفاق أكثر شمولا منوها سموه بالدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم كما تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك